في محاولة جديدة للملمة الفشل المتداعي الذي تعيشه العملية السياسية عقد أركان هذه العملية اجتماعا تشاوريا بدعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح بهدف حلحلة الإشكاليات التي تعترض العملية السياسية بحسب ما أعلن عنه المتحدث باسم الرئاسة لقمان الفيلي الذي قال إن الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والموقف من الوجود العسكري الأجنبي في البلاد والعمل على تجاوز الخلافات الاجتماع الذي حضره رؤساء الجمهورية والنواب والوزراء ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية وقادته وممثلون عن الكتل والأحزاب السياسية عقد بقصر السلام في العاصمة بغداد وشهد تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي شرحا حول تطورات الوضع الأمني والبرامج المتعلقة بملف الخدمات كما استعرض رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أهم الملفات التي قال أن المجلس سيعالجها في فصله التشريعي القادم العديد من الملفات العالقة قيل أن الاجتماع ناقشها على الرغم من أن عشرات الاجتماعات والمؤتمرات السابقة لم تحل أزمة واحدة من أزمات العراق بسبب غياب النية الحقيقية للإصلاح وتزاحم الأجندات التي تأخذ دورها في ملعب السياسة العراقي والفساد الذي بات يشكل خيارا ضروريا للطبقة السياسية عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنغالي قال أن المجتمعين وهم الرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية أنفسهم من أوصلوا العراق إلى وضعه البائس الذي يرثى له متسائلا عن كيفية وضع خطة لبناء الدولة ومؤسساتها على يد من فشل خلال أكثر من 15 عاما من الحكم وكان سببا للفوضى والانهيار ويرى مراقبون أن الاجتماع هو محاولة لتجاوز عقبات استكمال تشكيل الحكومة بعد خمسة أشهر على إعلانها منقوصة ولملمت الإرباك الذي عزز من الفشل المتواصل وهما لا تستطيع الاجتماعات البروتوكولية محوه ولن تقوى المجاملات الفارغة التي تخفي وراءها صراعا مصلحيا مقيتا على إغفائه فكل عطاري العملية السياسية لن يتمكن من إصلاح ما أفسدوه طوال السنين الماضية اشتركوا في القناة